بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا اليوم رمضانيات وإحنا في رمضانيات كل يوم نعرض قضية جديدة مصطلح تفقه في دين الله عز وجل أشياء تنقصنا أو أشياء تحتاج إلى إعادة التذكير سؤالنا اليوم أنه هل أنا كمسلم أنا لي وطن وللإسلام عام لكل الدنيا ما إحنا في عندك ناس اليوم ربوا أبناءنا إذا كنت إسلاميا فأنت لا وطن لك وإذا كنت إنت وطني معنات ما لكش دين فأنت يجب أن تختار إما أن تكون إسلامي أو أن تكون وطنيا فإذا كنت وطنيا معنا ذلك أنك تعشق الأرض وتعشق التراب وتعشق البلد وتحب لبلدك الرفعة وتحب لبلدك النصر وإذا كنت أنت إسلامي فمعنا ذلك أن همك وعقلك وتصرفك وفكرك كل منصرف نحو الدين فإما أن تختار أن تكون إسلاميا أو أن تختار أن تكون وطني و نشأ عن نجيل إما أن يختار بين الإسلامية أو يختار بين الوطنية حتى حتى في المصطلحات اليوم في مصطلحات الإعلام بيقولك فلان وطني و فلان إسلامي و كأنه أصبح من العجز أو من المستحيل أن تنشأ و أن تتجمع بين بلدك و بين دينك و طلعوا لنا جيل لا يفقه إلا أن يكون واحد من أمرين إسلامي و وطني فالسؤال إحنا بنعمله صح أو غلط أنا ممكن أكون ابن بلد و أكون منتمل لديني أكون أعبد الله عز وجل و قايم بأركان و واجبات الإسلام و بنفس الوقت لا أحمل حقد على وطني و لا أحمل حقد على بلدي تعالوا اليوم نفهم قصة إسلامي و وطني نفهم معنى المواطن في الإسلام و كيف يكون المسلم وطنيا و بنفس الوقت يحافظ على دينه و إنه ما فيش تناقض بين المصطلحين في حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع المواطنة فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى و حلقتنا اليوم عن المواطنة عن مصطلح المواطنة و كيفية المواطنة و اللي قاعدين بيعملوا لك تناقض بين وطنيتك و بين دينك و إسلامك في حلقة اليوم بيشرفني أستضيف فضيلة الدكتور ناجي بن راشد العربي و هو أستاذ الحديث في جامعة البحرين فأهلا وسهلا بكم سيدي حياكم الله و أكيد رح تثري هذه الحلقة و شرفنا و نورتنا يا دكتور شكرا لكم شكرا لكم دكتور الحبيب إحنا الآن الشباب اللي قاعدين ينشأوا و فضيلتك يعني مدرس في الجامعة و تختلط مع الشباب و مع الشابات اليوم طالعي النجيل هو في حيرة عاطفته بتقول أنا بحب بلدي عاطفته بتقول أنا خيري لازم يكون في بلدي أحب أنه بلدي تنشأ بلدي تنمو بلدي تكبر و بالنفس الوقت هو قاعد بيسمع مصطلحات أنه لا أنت دينك إسلامك عقيدتك ما نشأت عليه فأصبح الجيل عايش بين صراعين هو أنا مع الوطن و أنا مع الدين و مع الأسف أنه هذا المنهج يغذى فأصبح الشاب باليوم ينشأ إما أن يكون إسلاميا أو أن يكون وطنيا و كأنه لا يمكن أن ندمج ما بين الإسلام و الوطن من خلال خبرتك سيدي الكريم و من خلال معرفتك بحديث النبي عليه الصلاة و السلام نحدد مفهوم المواطنة و هل هي تتناقض مع الدين فضل سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه أجمعين لعل أفضل ما نستفتح به هذا اللقاء المبارك مع فضيلتك مع علي الدكتور أن نذكر لأولئك الناس الذين ظنوا أن الإسلام تصورات توضع من قبل أناس لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا ثم تعمم هناك ثقافة أفسدت علينا ديننا و دنيانا و هي أننا لم نعد نطبق الميزان الذي أمرنا الله تعالى أن نجعله في سائر حياتنا و هو أننا نرد الأمر إلى أهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة و قال يخاطب مكة حين أخرجه قومه قال علمت أنك خير أرض الله و أنك أحب الأرض إلى الله و لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت إذن هو يخاطب الأرض الآن هذا الذي نريد أن ننطلق منه و هو أن الفهم الخاطئ الذي وضع تصوراته بعض المخطئين و أقصد الكلمة و هو أنه إما أن أكون مع الوطن أو أكون مع الإسلام في وضع مخل بالفهم الصحيح للإسلام نحن أصلا كمسلمين ننتمي إلى العالم أجمع و أول ما نستفتح به صلاتنا أن نحمد الله رب العالمين الذي حملنا منهجا للعالمين النبي الأمي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متقوقعا على نفسه لم تكن الأمة ضيقة في أطورها في مفاهيمها و إنما الإسلام يعني أن أعمر الحياة و أن أكون خليفة الله فيها على مراد الله هذه النقطة هم بيقولوا ربنا بيقول يعلمنا الحمد لله رب العالمين فمعنى ذلك أنا عالمي ليس لي وطن هنا الخلل هنا الخلل نريد أن نستوضح هذه النقطة الخلل هنا الفهم الخاطئ للعالم و أنه إما أن أكون أنتمي إلى بلد فمعنى انتمائي للبلد أنني لا أنتمي إلى العالم الإسلامي أو إلى العالمين التي أحمل رسالة لهم لا الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى المجتمع المسلم شيئا تشيئ ففي صحيح البخاري قال لهم لأصحابه أحصولي من تلفظ بالإسلام هنا ليحقق المجتمع الذي سيحمل الرسالة للعالمين لا يمكن أن أحمل رسالة و أن ليست لي جذورا ثابتة و هوية حقيقية من يظن أن انتمائي لأسرتي و انتمائي لقبيلتي و انتمائي لبلدي يتعارض مع انتمائي للإسلام فإنه مطلوب منه أن يفهم الإسلام فهما حقيقيا الإسلام رسالة و عقيدة عالمية الإسلام رسالة و عقيدة و لا يمكن لرسالة أن تقوم إذا لم تكن لها جذور و إذا لم يكن لها مكان و كذلك زمان في المكان و الزمان و الإنسان يتحقق الوطن الوطن الذي علمنا كيف قال النبي عليه الصلاة و السلام لو لا أن أهلك أو قومك أخرجوني ما خرجت ثم ينتقل حتى نجيب على شبهة عند البعض قال لك كان حب النبي عليه الصلاة و السلام لمكة حبا تعبديا حبا لأن فيها الكعبة كلا حب النبي عليه الصلاة و السلام كذلك لكنه قبل ذلك هو حب فطري مغروس في نفس الإنسان للبلد الذي عاشه و هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحسر على بيته عندما رجع إلى مكة و قال تزور بيتك قال وهل أبقى عقيل لنا بيتا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما بيع بيته بعد هجرته صلى الله عليه وسلم و تركه لمكة و عندما رجع إليها فاتحا تحسر على ذلك البيت نعم و كذلك الشأن فضيلة الدكتور لما انتقل النبي عليه الصلاة و السلام إلى المدينة المنورة قامت عنده مشكلة أن طبيعة المدينة في تلك الفترة كان بها وباء فلما جخل الصحابة أصاب الكثير منهم الوباء و الحمى نعم هذا الوباء و هذه الحمى جعلت أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام يتشوفون إلى أيام مكة و يتمنون لو أنهم عادوا إليها و يتغنوا بها فقال كما في الصحيحين و الموطأ و غيرهما اللهم حبب إلينا مكة المدينة كحبنا مكة أو أشد لأن هذه هي الدار التي ستكون بلادا منطلقا تنطلق منها أنوار الإسلام إلى العالم ما لم يكن القلب متعلقا بها فإن خللا في الانتماء نعم الذي يعاني منه هؤلاء الناس بسبب جهلهم بأحكام الشريعة بل بلغ حب النبي عليه الصلاة و السلام للمدينة أنه بدأ يتعشق أجزاءها فقال أحد جبل يحبنا و نحبه كان إذا رجع من سفر فلاحت له مشارف المدينة من شوقه إليها حرك دبته عجلها عجلها إذن قصة أنني أحب وطني هذا مما يؤجر عليه الإنسان طيب نأتي الآن الناحي العملية هو ماذا لو أردنا أن نناقش الذي يقول أنا فقط وطني هو ما معنى الوطنية أن تكون صادقا أن تحمل هم بلدك أن لا تسرق من بلدك أن لا تضيع مقدراتها أن تبذل أفضل ما عندك من عقل و قوة جسدية من أجل عمارتها أن تغرس أشجارها أن تحفظ مياهها أن تحفظ حدودها وهذه الوطنية ما علاقة هذه المصطلحات بالإسلام يعني الحفاظ على البيئة الحفاظ على الشجر أن لا أهدر موارد دولتي أن لا أسرق من المال العام وأخذ في جيبي أن لا أرتشي أن لا أغش أن لا أنافق يعني هذه المصطلحات الوطنية ما علاقة هذه المصطلحات بالإسلام الإسلام جاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتمم مكارم الأخلاق يا سلام هذه القاعدة فكل ما ذكرناه إنما هو أجزاء لمكارم الأخلاق و معالي النفوس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها بل إنه صلوات الله وسلامه عليه علم أصحابه كيف تحرس الأوطان وأن هذه المسؤولية لا ينبغي لأحد أن يتقاعس منها أو يتقاعس عنها أو يركن في الاعتماد على قيامها على غيره ففي البخاري وغيره سمع أهل المدينة فزعة صرخ آخر الليل فخرج الصحابة الكل لأنه بناهم عليه الصلاة والسلام أن هذا البلد أمانة وأن هذا الوطن أمانة وأن الدين أمانة وأن الناس أمانة وأن موارد الأمة كلها أمانة كلكم راع عن كل شيء وكلكم مسؤول عن رعيته خرجت صحابة فلم يرؤهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام قد سبقهم في تحمل المسؤولية قولا وفعلا ذهب إلى مصدر الصوت ثم رجع وهو يطمنهم يقول لهم لن تراعوا استطلع الخبر لن تراعوا ثم رجع ثم رجع هكذا نحن الآن نريد من شبابنا أن ننزل على أرض الواقع نريد من الشباب أولا ولا تقف ما ليس لك به علم لأن هذا خلل تضيع به معاني الكلمات وهو تتبع دقة المسائل والبحث عن كل شيء في داخل الوطن هذا الأمر ليس هناك وطن في الجنة نحن نعيش في الأرض نعم الواحد منا إذا أراد أن يبحث في نفسه وجد في نفسه أخطاء مستمرة معه سنوات وهو يحاول أن يتخلص منها إذن البناء يكون شيئا فشيء والتصحيح يكون أيضا شيئا فشيء فالذي لا يستطاع إصلاحه جميعا لا يترك الخلل فيه يلعب دوره الواقع المؤلم الذي نعيشه أن هناك من خرج يتسمى باسم الدين نعم ويتكلم على أنه مبلغ عن رب العالمين في أحكامه والواقع أنه من أجهل الناس بشأن دينه ودنياه فأوجد انفصالا في القيم والمفاهيم أنه إما أن أكون أنا منتمن إلى وطني أو أكون منتمن إلى الإسلام وهذا الخطأ حتى رأينا للأسف حالات مزرية يمسك فيها بعض الشباب المغرر بهم جوازات دولهم وينزقونها ويدوسونها بأقدامهم وهل هكذا كان النبي عليه الصلاة السلام يعلم أصحابه وانظر إلى ذاك الذي تنظر إليه أنه مجموعة أخطاء مركبة انظر إليه بعين الإنصاف ستجد فيه صفات كمال إذن نحن أهل التدين والديانة نحن المتشرعين أولى الناس بأن تتسع صدورنا إلى إخواننا أيا كانت أطيافهم لأن هؤلاء سوف يسألنا الله عنهم قبل أن يسألهم هذا الذي عنده الوطنية عنده ما تبنى عليه قيام الإسلام نعم كون عند الحمية وعند الغيرة وعند الأمانة كثير من الناس يعني للأسف ربما لا يصلي لكنه مستحيل يأخذ فلسا من الدولة نعم وكثير ممن لبس ثوب الديانة للأسف لا يبالي كيف أخذ المال من حضره وحراره هم حتى أكثر من ذلك هم بعض الناس أصدروا فتاة بجواز أخذ مال الدولة لأن الدولة كافرة والدولة لا تحكم بما أنزل الله عز وجل فيجوز سرقة الماء والكهرباء ويجوز الاعتداء على أموالها بحجة أن الدولة لا تحكم بما أنزل الله عز وجل لكن أنا الذي أريد أن أركز عليه أنه حتى الذين ينادون بالوطنية ويعشقون بلدانهم نحن نقدر فيهم هذه الصفة لا شك ولكن نقول لهم وأنت تحب وطنك أنت تحتاج إلى منهج في الحياة وأنت يجب أن لا يغيب عن بالك أنك غدا ستقف بين يدي الله ليسألك عن صلاتك وعن صومك وعن عبادتك وعن أمانتك فأنت تحتاج إلى الدين يعني لا يستغن الوطني عن الدين كما أن الإسلامي أو المتدين لا يستغن عن الوطن نحن نريد يا مولانا أن ينكسر هذا الحاجز أنه إما دين أو دولة نعم إما إسلام أو وطنية نحن نقول لا الإسلام والوطنية شيئا تنظرهما وحقيقتهما شيء واحد فالإسلام هو الذي يقول لك من مات دون ماله فهو شهيد نعم طيب كيف من حفظ الوطن الوطن مال وكيف بكم أيها الأحبة إذا استشعرتم قول النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرس في سبيل تحرس ماذا تحرس من؟ أليست تحرس الوطن؟ أليست تحرس المواطن؟ طيب ما هو الإسلام؟ الإسلام هل هو شيء في الهواء؟ النظريات مجابدة؟ شيء على أرض الواقع هذا الإسلام قد يتكون في دولة كما كانت الدولة الإسلامية سابقا هي تحت إمرة واحدة لكن هذه الإمرة في الواقع وحقيقة الأمر أقاليم نعم ما الفرق بين أن يكون إقليما أو مدينة أو تكون بلد؟ ما الفرق أن يكون حاكم يحكم الجميع وهناك ولاة دونه؟ أو حكام يتكاملون كل يحكم بلد ثم تتكامل هذه الدول وحتى هذه الصورة لو لم تكن مكتملة ليس حجة لأحد أن يعتدي على بلده؟ لا شك نحن قلنا يا مولانا قلنا أن هناك ناجي وهناك أحمد وهناك علي وهناك أسماء وهناك غيرهم كل هؤلاء أجزاء في الأمة نعم جميعهم يكونون الوطن ثم يزداد بعد الوطن فتكون الأمة لكن لا ينبغي لأحد أن يرسخ إما أن تكون أمة إسلامية واحدة وإما دولا كافرة هذا خطأ كبير ومن قاله لم يقل نحن الآن سنكون أكثر صراحة من ينظر هذا التنظير نعم ما هي مرجعيته؟ مرجعيته أناس عندهم انتماء إلى الإسلام لكن يفتقدون العلم عندهم حماس عنده محبة يملك عاطفة الدين ولا يملك المعلومة هذا في الشريعة لا يجوز له أن يتكلم حماسه وعاطفته ومحبته للإسلام شيء والعلم شيء آخر الذي يحق له وأيهما يضبط الآخر أيهما أعلى من الآخر لا شك أن الله تعالى أمر الجميع أن يرجع لأهل العلم نعم فاسألوا أهل العلم الذكري يعني أهل العلم ولذلك بوّب يعني الآن لو كان الوقت يتسع أنا أرجو من إخواننا أن يعودوا إلى صحيح البخاري كي ينظروا كيف يبوّب الإمام البخاري أبواب كتاب العلم حتى يرسل صورة متكاملة منها أن هذا الدين لا يمكن أن يؤخذ بالعاطفة الله جلسي علاه لم يتعبدنا بالعاطفة وإنما تعبدنا بالعلم والمؤسف أن بعض أهل العاطفة إذا لم توافق الفتوى هواه أصنعوا الفكر أنتم من يجب عليكم أن تتحملون مسؤولية الوقوف أمام هذا التيار الفكري الخاطئ نعم الذي شق الأمة حتى وصلنا الآن انظر إلى هذا الذي يعني يحصل من إسفاف وتعد على الحقيقة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم داعش وتسميهم الدول التي تريد أن تضرب الإسلام الدولة الإسلامية كذبا وزورا وهم يعرفون كيف أنبتوا هذه النبتة السوء هؤلاء منعوا صلاة التراويح في العراق ومن يقيم التراويح ينزلون به من جباروتهم طيب أليس هذا عداء للإسلام باسم الإسلام باسم الإسلام طيب في آخر دقيقتين سيدي حتى نوجه الكلام إلى إخوتنا المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وفي أوروبا كيف يتعامل هؤلاء المسلمون مع البلدان التي يعيشون فيها هل ينظرون إليها على أنها وطن أم ينظرون إليها على أنها عداوة وخاصة نتحدث عن الجيل الثاني والثالث الذي ولد في أوروبا ولد في الولايات المتحدة يحمل الجنسية الأوروبية أو الأمريكية ويحمل الدين الإسلامي ما هي الكلمة المختصرة التي توجه إلى بلداني؟ أشكركم على هذا السؤال لأنه فعلا مما ينبغي العناية به أولا يجب عليك أيها المسلم أن تعرف أن المسلم لا يقدر جميل هذا رقم واحد فأنت إن أبطنت في نفسك سوءا لهذا الوطن وأنت محسوب عليه فهذا نوع من الغدر مدام تحمل جوازه بل بلغ حد الفصل في هذا أن الله تعالى قال لنبيه في مسألة واضحة ربما تشتبه على كثير من الجهل لكن القرآن يقطع فيها الحكم أنا عندي عداء وحرب مع أناس غير مسلمين جعلت بيني وبينهم هدنة والآن عندي تخوف ربما ينقضون هذا العهد فهل أستطيع أن أفاجئهم وأغدر بهم القرآن يقول لا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أعلمهم أنك أنهيك أما أن تكون في أمريكا أنت مواطن أمريكي ترى أن إسلامك يبيح لك أن تخون وطنك هذا خطأ أبدا يجب عليك أن تلتزم ويجب عليك أن تخلص لوطنك ويجب عليك لو قدر أن وطنك يعني سؤال لو أن مواطن أمريكي في الجيش ووقع اعتداء على أمريكا من دولة غير مسلمة هيا حق له أن يقاتل وإذا قاتل هل يكون شهيدا لأنه يدافع عن وطنه وقومه نعم نحن لا نريد أن تتكلم العاطفة نحن نريد أن يتكلم العلم العلم والفقه فنحن نقول لهؤلاء يجب عليكم أن تجتهدوا في أن تبرزوا صورة ناصعة أن المسلم له انتماء إلى وطنه وله انتماء إلى قومه وفي نفس الوقت تحفظوا وتحافظوا على هويتكم وعلى دينكم فلا يضيع الأمة الإسلامية تمروا بلحظة تاريخية حريجة إذن المواطن في خارج الجو الإسلامي يحافظ على دينه ويحافظ على بلده لا شك وأي تصرف خاطئ وينسب من باب الغدر إلى الدولة التي منحته الحماية منحته الرعاية منحته الإقامة فإن ضاقت نفسه ورأى أنه لا يستطيع نقول لهم هذه جنسيتكم ويرجع إلى بلدك لكن لشيخنا العلام المحدث السيد عبد العزيز بن الصديق رحمه الله رسالة لطيفة أرجو من شبابنا أن يقرأها وجوب إقامة وجوب إقامة المسلم في الدول الأوروبية أحياناً يجب أن يقيم لأنه أحياناً ربما تضيق الأرض مثل بعض دول تدعي الإسلام وهي تقتل المسلمين لأنهم يختلفون معها فيضطر أن يهاجل إلى بلدهم فإذا ذهب إلى هناك حمادينه وعرضه وما له أن يهاجل إلى النجاش مرة أخرى فأسأل الله كل شكر سيدي في اختام حلقة اليوم مصطلح المواطنة ومصطلح التدين لا تناقض بين أن تكون مواطناً مسلماً ما تم تدريسه إما أن تكون وطنياً أو أن تكون إسلامياً مصطلحات خاطئة أنت تختار بين خطأين إن كنت وطنياً فأنت تحتاج إلى دين ومنهج وإن كنت إسلامياً فأنت تحتاج إلى وطن يحميك ويضمك ويضم أسرتك وأملاكك فليكن انتماؤك إلى دينك وإلى وطنك في وقت واحد في نهاية هذه الحلقة وكرر شكري لفضيلة الدكتور ناجي بن راشد العربي أستاذ الحديث في جامعة البحرين كل شكر لك سيدي شكراً وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر